شوفوا أيضاً وإحنا بننوع معاكم الأضايا ما تخيلش أبداً إن فيه جدة ممكن تقتل حفيدها سنتين وما تخيلش نكون بكامل قواها العقلية يعني ده اللي حصل فيه القصة اللي حتشوفوها في هذا التأخير حادثة أندر ما يكون تتصادم مع الفطرة الإنسانية حين تقدم جدة بكامل اختيارها على قتل حفيدها الصغير دون ذنب جناه أو جرم أتاه عز الولد ولد الولد واقعة شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة الخصمان فيها الجدة وابنتها الأم الثكلة بتقول لي أم أنا ما ودي لك ابنك وأنا أمتي زي المجنونة بقولها هو من اللي أنت ما ودي أمتي بيت اللي هادي بني مرمي قدامي وما بيت طلعش نفس ولما جاي قوم برجلها رحت حت رجلها عليه حتت رجلها على الطفل الصغير يعني عيالها اللي من بطنها رموها وجز اللي قال لي خلها عندكم إزاي تعمل في طفل صغير كده قال عزالها لأيدي هيا دي الحاجة اللي ممكن تبرد ناري لأن اللي راح مش قول عيال اللي راح كان قال لي أبي كان قال لي أبي أبي فما تتغيالي فما بيش حاجة في الدنيا دي ممكن تعوضني أبي اللي راح كان قال لي انت ممكن تطلبي لولدتك الإعدام علشان ابني أه أه الإعدام العربة يعني لما تحرم من طفل كان بيقول لي يا ماما وكان بيسعني من النمو يقول لي يا ماما كيليني وانا جعل عربة يعني لما طفل يكمل على يالبيت وكان أول دخل علي الفرحة والبسمة انت متخيلة إزا إزاي يقولها يجي لها قلب وإزاي يجي لها يعني الواحد ما بيه دروح وطفل ودعاء جايبة يا محمود بعد بعد معاناة بعد ثمان سنين تخيالي بعد ثمان سنين يجي لك طفل ولي تقعد معاة سنتين وفي الآخر وفي الآخر تتحرم منه اللي احنا بنطلبه بنطالب الإعدام للست دي الست دي ولا مختل عقليا الست دي ما فيهاش أي حق خالص الست دي بتفهمه وبتسمعك وبتكلمك وحتى هي عند رئيس النيابة بتقول له عن آه كتفته خنقته وطلع في الروح نشد الصحابة الكلوم الرحيمة ان هما يساعدونا في دعاء ان احنا نشوف لها شقة بعيد خالص عن المكان مش هينفع ارجع الشقة اللي بنتأتر فيها تاني وهي كذا كذا كانت اجور اللي انا بتمنى ان انا ما عودش في الشقة دي تاني ويجيبوا لي شقة موسيقى هتلاقي تحت جلد المجتمع لما تعمل تشريح لهذا المجتمع مصايب وكوارث لا يتخيلها احد يعني تخيلوا ان الجدة دي كل ولادها تخلوا عنها البنت اللي جبتها واعدوها معاهم والبنت دي ما خلفتش بقالها 8 سنين مستنية نفسها بتحلم انها تخلف وخلفت تقوم الجدة تقتل الطفل ده وعمره سنتين يعني بعد حلم 8 سنوات في الانجاب يموت الولد ويموت على يد مين على يد جدته يعني والجدة هي مين اللي هي كل ابنائها تخلوا عنهم ما عدا الست دي وجوزها يعني استضفوها جدة حد يعني يتخيل انه انه تحدث هذه الكوارث بهذا الشكل المأساوي اللي هي تؤدي طبعا الى شفه المأسي يعني حتى تصل الام الى حد انها تطالب باعدام امها يعني يعني هي امها ولكن تطالب باعدامها بسبب اللي حصل كوارث اجتماعية لا حصرة لها الا الا الا